اشتركوا في القناة بالاضافة الى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين وزارة الحج والعمرة رحبت بالمعتمرين من الخارج على ان يكون موعد القدوم للمملكة ابتداء من قرة محرم المقبل بعد ان تم تمديد تأشيرة العمرة الى تسعين يوما بعد ان كانت ثلاثين يوما فقط اذ تولي المملكة جل اهتمامها بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفر كافة الخدمات والامكانيات المادية والبشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن الجهات المعنية في موسم العمرة اتمت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والروحانية موسيقى 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 اشتركوا في القناة